حقيقة حالة كده من السعادة الكبيرة جدا بتاعشها الجماهير المصرية من مبارح وده بعد ما فاز منتخبنا الوطني على منتخب بوتسوانا بربعية نظيفة منتخبنا مبارح قدم أداء قوي جدا وقدر يتصدر مجموعته برصيد ست نقاط بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط تفاصيل أكتر عن المباراة هنعرفها من ضفنة اللي منوارنا في الستوديو عبد الرحمن بدر الناقد الريادي صباح الخير عليك صباح النور يعني كان ماتش حلوة وكانت نهاية حلوة طبعا فرحنا كلنا أكيد طبعا المهم الفرحة والمهم بالنسبة لمنتخب مصر التلات نقاط لكن خلينا نقول في وسط الفرحة وفي وسط الاحتفال بالفوز والتلات نقاط دايما نفكر نفسنا أن منتخب مصر في بداياته دلوقتي نفس بدايات روي فيتوريا في الفترة اللي فاتت أو المدرب السابق قبل الكابتن حسام حسن كانت مباريات مع منتخبات مش قوية منتخبات مش من المنتخبات المصنفة في القرى وحقق انتصارات ولكن لما وصلنا لمرحلة الاختبرات الحقيقية ما قدمناش لداء المنتظر من منتخب مصر منتخب مصر بيمشي لتحد دلوقتي بخطة سابتة ناحية التأهل لأمم أفريقيا ولكن التأهل لأمم أفريقيا بالنسبة لمنتخب مصر هو أمر طبيعي شيء معتاد لازم يحصل منتخب مصر من المنتخبات المؤسسة للبطولة أساسية نتكلم على مطش مبارح في الأول كده نعرف رأيك في التشكيل اللي اعتمد عليه الكابتن حسام حسن هو التشكيل اللي الكابتن حسام حسن اعتمد عليه هو كان مغير شوية للمباراة السابقة اللي لعبها بره أرضه لما كان بلعب المنتخب غينية ان احنا كنا بنلعب بره أرضنا بتلاتة مدافعين وكان من المتوقع ان هو هيلعب كده رغم ان برضو في المباراة اللي فاتت ما كانش المنافس بالنفس القوة لكن كابتن حسام اشتغل بالطريقة اللي هو بيلعب بيها لاربعة تلاتة تلاتة اللي بتتحول في وقت من الاوقات في الملعب لاربعة تنين تلاتة واحد وجود احمد سيد زيزو في نص الملعب كلعب تالت بيتحرك في مركز صناعة اللعب ادى منتخب مصر افضلية كبيرة جدا في زيادة تحكمه في الكور منتخب بتسوانا ما كانش المنتخب القوي مش المنافس اللي تخاف منه ولكن وفوق ده كان عنده ازمة كمان فيه رجوعه لبوتسوانا بعد مباراة موريتانيا ان هو الطيارة بتاعته اتأخرت لان بسبب خطأ اداري حجزوا الطيارة خاصة ازهاب لموريتانيا بدون عودة فاتأخروا العودة بتاعته فالك التشكيل كان تشكيل منطقي ماشي بالطريقة اللي هو بيشتغل عليه مختلف عن المباراة اللي فات هو مختلف عن المباراة اللي لعبها برى ارضه قبل كده ان هو برى ارضه بيحاول ان هو يأمن يلعب بخطة متوازنة لكن على ارضنا هنا في مصر بيبتدي يلعب بطريقة هجومية وبيضغط المنافس من الدقيق الاولى للمباراة بوجود اسامة فيصل ما كان مصطفى محمد كان دور اسامة فيصل المفروض على الورق ان هو المطلوب منه لعب مهاجم موجود جوه الصندوق وبيضغط على مدافعين الخسم ولكن في الطريقة اللي لعب بيها مباراة ما كانش فيه اي لعب موجود في مركزه سواء اسامة فيصل او تريسجي او زيزو شوفنا اسامة فيصل بينزل لنص ملعب منتخب مصر بيبتدي حرك الكرة اكتر مع الزملاء مع زميله بيبتدي يدي الفريق استحواز اكتر على الكرة وكمان بيخرج برى المنطقة بيجبر مدافع من ضفين بتسوان ان هو يتحرك معه عشان يرقبه فهنا بيبتدي يتحرك تريسجي من الناح الايصر يخش في قلب الهجوم وكمان مع انطلقات محمد حمدي ومحمد صلاح الاسلوب اللعب منتخب مصر مع كابتن حسام حسن هو بيعتمد بطريقة واضحة جدا على اللعب المباشر كرة طولية من المدافعين ناحية واحد من الجناحين او المهاجم بشكل مباشر انا بلعب بطريقة مباشرة على الجود مش بيحاول ان هو يحرك الكرة كتير لا هو هدف واضح انا عايز اوصل للجود فدي الطريقة اللي كابتن حسام بيعتمد عليها في اغلب مبارياته يعني في المباراة مع كاف فيردي كان كابتن حسام اعتمد على الهجوم بشكل كبير قوي وده اللي خلى اكبر كاف فيردي ان هما يدفعوا طول الوقت الناس يمكن انتقدت شوية قبل المباراة اسلوب اللعب ده وخافه هل كان فيه ده كمان في المباراة دي هل الناس خافت من اختلاف فيه التشكيل والتكتيك المختلف شوية لا هو الفكرة في المباراة بتسوانا قبل النتيجة اكيد طبعا اكيد هي مباراة بتسوانا كان متوقع ان هي هتكون ماشية بالسير ده لانه متخب بتسوانا مش من المتخبات القوية مش المتخبات اللي لها تاريخ كبير في القارة منتخب كاف فيردي كان القلق منه هو الاداء اللي قدمه في امم افرقيا وكان هو المنتخب اللي خرجنا قدامه في امم افرقيا اللي فاتت فكان في بعض القلق للجماهير وبعض الناس انه انت ازاي بتهاجم وبتضغط على منتخب احنا بنفس اللعيبة دي بنفس الفرقة دي من حوالي 7-8 شهور ما قدرناش نكسبه ولكن كابتن حسام هو هنا في مصر على ارضه بيبتدي يلعب بطريقة هجومية الطريقة مختلفة اللعيبة حاسة ان فيه شيء مختلف يتقدمها في الملعب عكس الوقت بتاع فيتوريا عكس ان كان مع فيتوريا كمان كان فيه ارتباك في طريقة اللعب ما كانش فيه طريقة لعب واضحة ما كانش فيه تحضير كويس للمتخب فده اللي خلى فيه اختلاف من ماتش كاب فيردي مع كابتن حسام معان فيتوريا مبارح شفنا اربع اهداف هدفين بقدم تريزيجي هدف محمد صلاحوي الختام الربعية الجميلة دي كان مصطفى فتحي شفت الاداء ازاي والاهداف الاربعة وتريزيجي مبارح عمل ماتش هاي الجد هو امر متوقع من تريزيجي يعني في كل مباراة المنتخب مصر تريزيجي لازم يكون له بصمة بيكون هو واحد من النجوم المهمة والمؤسرة جدا مع منتخب مصر ده الهدف العشرين لتريزيجي مع المنتخب تريزيجي دخل دلوقتي يبقى في قيمة افضل عشر هدفين لمنتخب مصر في تاريخه فده رقم كويس جدا بالنسبة اللاعب زي محمد تريزيجي شفناه كتير جدا في مواقف حسمة مع منتخب مصر موجود وقادر ان هو يثبت نفسه ويثبت قدراته وجود تريزيجي مبارح او ممكن انا كنت حاضر في ماتشو بوركينا فاسو في تصفيات كاس العلم اللي كان هنا في مصر كان تريزيجي لعب مؤثر جدا وكنت بشوف كان في الشوط الاول بزات من المباراة كان تريزيجي ناحية المقصورة بتاعت الصحفيين وهو بيتحرك على الجناح دخوله على اي لعب من مدافعين منتخب بوركينا فاسو كان لعب يبتدي يرجع لورا وخايف قلقان من تريزيجي وده الدور اللي تريزيجي بيقدمه بيبقى اللعيب داخل مع تريزيجي مش عارف هو ايه اللي هيحصل منه المدافع اللي قدام تريزيجي هو مش قادر يتوقعه هل تريزيجي هيبتدي يتحرك ان هو يروغ على خارج الملعب لبرا ولا هيدخل لجوه ويدخل منطقة الجزاء فوجود تريزيجي في الملعب بيضيف كتير جدا لمنتخب مصر تريزيجي في الاساس اول ما بدأ مع النادي الاهلي كان لعيب نص ملعب قبل ما يتحول للجناح فمدرك جدا واجبات وادوار لعب وسط الملعب فلما يبتدي يتحرك وينزل يلعب في نص الملعب او يبتدي يدعم زميل في نص الملعب بيكون عارف كويس هو مطلوب منه ايه وهيقدر يعمل ايه فده بيضيف كتير للاداء المنتخب كمان لما بيدخل في عمق الملعب هو عنده القدرة على الاستلام في اي مكان بيستلم في عمق منطقة الجزاء الخصم بيستلم الكرة تحت ضغط كويس جدا بيسدد من برا المنطقة او من جوة المنطقة وبينهي الهجمات فترس جي بيقدر يتحول من اكتر من مركز من جناح شمال لوسط ملعب لقلب هجوم لجناح يمين شوفنا في ماتش بركي نفسه كان بيرجع يقدم ادوار الباكليفت انا هو كان بنا بنلعب برضه بتلاتة كان في الوقت استحواز على الكرة كنلعب بتلاتة فكان بيرجع عشان او المنافكة دل كرة يرجع يقدم الادوار الدفاعية فترس جي لعب مارين لعب عنده ادوار كتير بيقدر يقدمها والاداة اللي قدمه مبارح في ماتش بوتسوانا كان شيء متوقع جدا منه المنتخب فيه تنوع كبير يعني عندنا ترس جي عندنا محمد صلاح وعندنا كمان لعبة من منتخب الولمبي عندنا قسامة فيصل وابراهيم عادل التنوع ده هل ده عامل حالة من خليني اقول الميزان كده او خلاهم يعني خلا فيه توازن في اللعبة عندنا ما بين المنتخب الولمبي والمنتخب بقى يعني منتخب مصر بتاعنا فهل النهار ده شفنا الاختلاف ده عامل فرق وعامل ضغط على منافسين بتاعنا هو ده مفيد لمنتخب مصر اكتر ما يكون هو بيشكل ضغط على المنافسين والخصوم مفيد لمنتخب مصر لان احنا بنبتدي اللعيبة تحت 23 سنة تبتدي تدخل مع المنتخب الاول هي متأخرة اصلا يعني احنا بالنظر لكل المنتخبات حوالينا في العالم كله احنا منتخب مصر متأخر في دخول اللعيبة تحت 23 سنة لسه من شوية كان عندنا الخبر من المين يامال احسن لعب في الدور الاسباني في شهر اغسطس وكان مقدم ادائك كبير جدا مع منتخب اسبانيا في اليورو لانما عندنا هنا الموضوع متأخر شوية دخول ابراهيم عادل واسامة فيصل ولعبت المنتخب الاولمبي ومحمد شحاتا كان موجود على ديكت البدلة عندنا اكتر من لعب يستحقوا ان هما يكونوا موجودين هما دول اللعبة اللي هنعتمد عليهم لان خلاص هما دورهم مع المنتخب الاولمبي انتهى بنهاية مشاركتهم في الاولمبياد فبعد كده هما الجيل ده هو الجيل اللي هيأسس لمنتخب مصر في فترة جاية هو الجيل اللي هيكون المفروض ان يكون هو القوامل الاساسي لمنتخب مصر في كاس عالم 26 ان شاء الله في حال التأهلن فلازم اللعبة دي مع الوقت في المباريات الجاية ومباريات التصفيات الجاية يشاركوا اكتر مشاركتهم تزيد مع المنتخب ياخدوا خبرات اكتر وجودهم مع منتخب مصر في وسط لعبة زي محمد صلاح وتريزيجي ومصطفى محمد والنني وحمد فتحي وكل الاسماء الموجودة دي بيديهم خبرة وثقة اكتر مع المنتخب جميل امبرح فريقنا ومنتخبنا احتفل مع قائده محمد صلاح بالمتش او المباراة رقمية مع المنتخب محمد صلاح كان اختفال يعني الناس كلها كانت فرحان والأعيبة كلهم كانوا فرحانين شايف ميت مباراة لمحمد صلاح ومحمد صلاح اببرح كمان جاب جن جميل ومختلف هو ميت مباراة لمحمد صلاح 12 سنة من الانجازات مع منتخب مصر محمد صلاح من بداية ظهوره مع منتخب مصر وبداية كان واضح جدا انه هيكون لعب مؤثر اكيد طبعا ما كانش حد متوقع كل الانجازات لمحمد صلاح وصل الله لكن وجود محمد صلاح مع منتخب مصر مؤثر جدا حتى في الأوقات اللي مش بيساهم فيها بطمنا كلنا أكيد طبعا حتى في الأوقات اللي مش بيساهم فيها بأهداف أو بحاجة هو وجوده بيلم اللعبة حواليه شفناه في أكتر من مناسبة وفي أكتر من توقيت صعب لما خرج في أمم أفروكي 2021 واتكلم عن جمهور منتخب مصر وأن جمهور بيشجع أهلي وزمالك مش بيشجع منتخب مصر هو شائل الضغط عن كل الفرقة وخده هو لوحده وده دور قائد منتخب وإنما نشوف دايما في المنتخبات العالمية وفي الأندية العالمية قادة زي سيرجي وراموس في ريال مدريد كان بياخد الضغط كله من الصحافة والخناءات كلها مع الصحافة الوحده جدا وقافل على الفرقة بتاعته ده دور محمد صلاح برضو في ماتش الكاميرون ومفروكي 2021 وعشرين شفناه بيعمل خناءة كبيرة جدا مع بكاري جسامة الحكم وبيزيد التوتر للحكم والضغط على الحكم اللي كان بدأ وقتها المدرب كارلوس كيروش لما قاعد على الأرض ورفع يده لربنا اللي هو انقذنا من الظلم اللي بيحصل ده كان دور كمان محمد صلاح لعبه وأدوار كتير داخل قط اللبس أكيد اللعبة تقدر تحكي عنها أكتر وجود محمد صلاح مع منتخب مصر مفيد جدا للمنتخب على مستوى القفل على الفرقة على مستوى غرفة على مستوى اللعبة كمان يعني حسام حسن في الحقيقة بيستخدم محمد صلاح بتريقة زكية جدا هو عارف ان الضغط كبير عليه فبيستغل ده يعني بالعكس بيستغل النقطة دي كويس قوي عشان هو عارف ان كل اللعيبة هتبعى عايزة توقف محمد صلاح من طبع الفرقة المنافسة وبيستغل ده ويقوم هو بيستغل لعيبة تانين هي اللي تلعب بشكل هجومي أكتر محمد صلاح اسم كبير أكيد وأسطورة يعني وهو فعلا فخر العرب يعني مش فخرنا بس كمصريين شايف رجل المباراة كمين مبارح في وجهة ناظر أنا رجل المبرامح متريس جيه تريس جيه طبعا بعيدا عن الهدفين بعيدا عن الهدفين خالص هو تريس جيه وجوده في الملعب نفسه زي ما كنا بنتكلم من شوية مدي تنوع في منتخب مصر تنوع في الأداء التكتيكي أنا بقدر أشتغل بقى أكتر من طريقة عندي لعيب جناح في حالة أننا المهاجم الأساسي بتاعي مش معتيد على اللعب مع المجموعة دي أسامة فيصل ما لعيبش كتير مع المجموعة الموجودة فأنا محتاج لعيب يقدر يدخل في أمك المنطقة خصوصا أننا زي ما كنا بنقول برضو أن محمد صلاح دايما الضغط كله بيبقى عليه دايما المراكبة كلها عليه فأنا محتاج حد تاني خالص أشتغل به وأحرك به الفرقة وهو اللي ينقلني فده كان دور تريس جيه في الناسبة محمد صلاح هو الفكرة اللي أنا كنت أتكلم فيها مش معناها تقليل من أدوار صلاح الفنية ولكن زي ما حضرك بتقول إن محمد صلاح الضغط الفني كله عليه في أكتر من مباراة فيه مباريات في التصفيات اللي فاتت في 2021 و2022 كان بيبقوا أربع لعيبة وخمس لعيبة موجودين بس لمراجبة محمد صلاح لكن أدوار القائد دايما إن هو قائد منتخب مصر لازم أدواره بره الملعب تكون أكتر من جوه الملعب أنا مش مهم بالنسبة لي جدا أن أنت تكون قوي جوه الملعب ما عنديش أزمة أن أنت ما تقدمش كل الأدوار المطلوبة منك ما عنديش أزمة أن أنت ما تكونش في أفضل حالتك جوه الملعب ولكن إن تبرى الملعب أنت القائد بتاعي أنت المطلوب منك أنت الرجل التاني بعد المدرب فإن أنت تلمي الفرقة حولك بصراحة كان بياخد انتقادات كثيرة قوي ما كانش هو يستحقها يعني يجي في وقت كده معين هو قام بالدور ده بزيادة يعني كان ممكن يوقع أي حد بس هو فعلا فعلا عنده شخصية قيادية يعني يمكن ما التفتش للإنتقادات ذي طبيعي هو ده دور القائد وهو ده وجود محمد صلاح كمان والمنتاليتي والعقلية اللي عنده كلعب محترف أهم دوري في العالم هو بيتحمل الانتقادات ولكن الانتقادات هنا أمر طبيعي جميل لأن أنا بتكلم عن أفضل لعب في الدور الإنجليزي واحد من أفضل لعبة العالم لما يكون عندي في منتخب مصر فأنا متوقع منه أمور كتيرة جدا متوقع منه نفس الأداء اللي بيقدم في ليفربول والناس ما بتبصش على ما وراء ذلك يعني هما بيبصوا وسأنا عايزك في نفس مستوى ليفربول بدون أي حاجة تانية عايزين نتطمن منك كده أخيرا على إصابة عمر مرموش ومصطفى محمد وهل حيلحقوا يلعبوا مباراتهم مع أنديتهم في الدوري الألماني والفرنسي هو مصطفى محمد اللي ممكن إصابته شوية تكون نية شدة في العضلة الأمامية الإصابة هتكون خفيفة شوية ممكن عشر تيام وقت الإصابة وخمس شار يوم يعني بنتكلم أنه ممكن يغيب عن مباراة واحدة عمر مرموش أعتقد الإصابة هتكمل شهر شهر ونص هتطول معه شوية لأن جزع في رباط الرجبة بياخد وقت شوية على ما يرجع لأن بيبقى الموضوع فيه قلق شوية من تكرار الإصابة أو تحولها للقطع في الرباط فأعتقد أن عمر مرموش الأول أمور هتطول معه شوية شكرك عبد الرحمن بدر الناقض الرياضي نورتنا وشرفتنا شكرا